وهذا يفسر ربما أن ميشيل عون كان يدافع عن حزب الله أكثر ما يدافع عن التيار العوني يعني نصح التعبير لكن السؤال لماذا لم يدع حزب الله فرصة للمؤسسات الرسمية في البلد أن تعمل على التعامل مع المتظاهرين لماذا قضية أن يدع مجموعة من الفوضويين كما وصفتهم يصطدمون بالشارع ألا يشكل ذلك خطر على السلم الأهلي في لبنان أنا أعتقد تقصد أصحاب القرار بالحزب ما حصل أمس كنوع من توجيه رسالة متعددة الاتجاهات يعني الذي يقول اليوم أن حزب الله برغم نفي حزب الله وأمل أي علاقة لهم بالموضوع ولكن الذي يعرف حزب الله تماما يعرف أن حزب الله حزب ذو رأس واحد وهو الذي يصدر الأمر والقرار لا يمكن أن يتحرك بدون أمره في حزب الله لا في قدرة تنظيمية هائلة جدا ما حصل أمس لم يكن قرارا بالنزول إلى الشارع مظاهرة أمام مظاهرة أو ثائر أمام ثائر وإنما كان رسالة متعددة كما ذكرت متعددة الاتجاهات لتوصل الرسالة إلى جهات معينة أننا موجودون إذا أردنا أن ننزل نحن ننزل ولكن ما زلنا حتى الآن نترك الموضوع للدولة اللبنانية طبعا هذا التحذير قاله حسن نصر الله في خطابه الأول أنه قادر على النزول والحشد أيضا لكن يعني يبدو أن تيرى المستقبل أراد إحراج حزب الله وحركة أمام الحينما قال في بيان أنه أدعو الأنصار تيرى المستقبل إلى عدم النزول في أي مسيرات بالدراجات النارية أو غيرها إلى الشوارع لماذا لا تفعل حركة أمل وحزب الله نفس الشيء طالما أنهم لا علاقة لهم بهذه المسيرات حزب الله اكتفى هو وحركة أمل بأنهم أنفوا الموضوع أن يكونوا هم مستقبل اشتركوا في القناة